وفي نقطة كمان انا نحايا مش عارف آآ المشرع عاملها. انا سألت حد من رسالة للقضاء. وقال لي مبرر. بس انا شوية وجهة طاطر مختلف شوية. ففكرة انه البرائة الوسيط. ده نص الشعب بره وسيط بره. نص وقت بره بسيط بره. والله انا ازبت حاجة حاجة جن. كانتك بتدي يعني مبرر انه حاول. ولو بتاع بلغ وانا اه. اه. ده في واحد مش مهم اقولك يعني. اه. في حد بلغ بعد ما دفع. اه. عارف موضح عديد. لا وفي زميل مش زميل يعني. اه. تعرفين في صحة في كنا. ممسوك مرتين. والمرتين وقت مرتين. واللتين وقت مش عارف ايه. وقاعد دلوقتي اه. احيانا. حاجة حاجة في منتهى السخافة بصراحة. يعني انا مش عارف ازاي قدي فرصة او قدي مبرر او قدي صغرة للناس كبان تلعب على القانون. تمام. احيانا المواطن ما بياخدش حقه الا من خلال. هو المشارع لما سألته قال لي ده عشان يغري الناس انها تبلغ. بالزبط كده. انت قام ليها هتغرينه هو يخش. ليها. ليها. ليها ايجابياتها او ليها سلبياتها. انما في الفترة اللي احنا فيها اللي هي فترة مواجهة اه انحراف الموظف العام. ده اللي يهمنا. اي. هي ليها ايجابياتها. حاليا. اه. لان هي دي الحلقة الوحيدة اللي ممكن اجسر الرقابة والنيابة العامة فتحية تدخل من خلالها. ان بتاخد اعتراف من الراشي او من الوسيط. اه. بتاخد اعتراف صريح منه. وليها ضوابط في القانون. يعني لا افهم ان تخفف العقوبة. هو. لكن ياخد براءة. هو بياخد عقوبة. لا بياخد اعفاء من العقوبة. هي في حد ذاتها. ايا بروح بيتهم ينامي. اه اه. بياخد عفاء من العقوبة. ما هو كل مرة اعتراف اعفاء من العقوبة. انما 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 لها ضوابط في القانون. الراشي والوسيط بياخد اعفاء من العقوبة. اي في النهاية كأنك بتقوله اعمل العاملة ومالكش دعوه عندنا. بس في حالة ان هو بيضلي باعترافات كاملة في القضية. اه طبعا. بس يعني مش عارف انا رأيي الشخصي الحقيقة انها برضو فتحة باب شوية لتجروا تجروا الناس على القانون. احنا معاك يا لك. هو. طبعا. طبعا. انا كمان شايف يجب تغليزه العقوبات. العقوبات. جدا. انا لازم احاسب الفاسد اه اللي ماسك منصف في الدولة زيه زي القاتل. اه. بالنسبال. لان انت القاتل بيقتل واحد. انا مش عايزة بقى مستمد دولة دكتاتور يا اوستسطها. الفاسد بيقتل مية واحد. الله يفتع علي. يعني. انا مش عايزة بقى مستمد دولة دكتاتور. بس اه الصين. الصين دي كانت اكثر دول العلم فسادا. في النهاية التمالينات ودهت تسعينات. احي. صين. لما جه. الفساد اعدام. اعدام. بس. لما جينا انت اقول لهم يا جماعة مش هنعرف نكمل بالفساد ده. وقال لهم الفساد